يشهد القطاع المصرفي اليوم تغيير كبير نتيجة اعتماد المنصة الإلكترونية باستخدام الدينار العراقي على سعر البنج المركزي 1320 هذا فتح الآفاق لدخول القطاعات الاقتصادية المتنوعة إلى المصارف أيضا القرار الحكومي باعتماد أجهزة الدفع الإلكتروني عزز من الدينار العراقي ومن استخدام البطاقات المنتشرة لدى شريحة كبيرة من الموظفين والقطاع الخاص هذا سيؤدي إلى تطور الخدمات المصرفية والاعتماد على الخدمات المصرفية الحديثة خدمات الدفع الإلكتروني بالمرحلة المقبلة المصرف الدولي الإسلامي قدم خدمات الدفع الإلكتروني المتنوعة وصولا إلى استخدام استخدام العمل بدون نقد عن طريق استخدام تطبيق المصرف وأجهزة الدفع الإلكتروني التي ينشرها اليوم المصرف المرتبطة بالحساب وعمليات فتح الحساب أونلاين خطاب الضمان أونلاين أيضا نصب أجهزة الدفع الإلكتروني المرتبطة بالحساب المصرفي تصميم تطبيقات مجانا لأصحاب الأعمال من أجل التسوق الإلكتروني وتوسعة انتشار المنتجات العراقية هذه كلها نقاط تحول كبيرة في التجارة الإلكترونية التي نوفر اليوم سلسلة الخدمات لنجاحها